فضيحت سنطراك إلى ملف التعديل الدستوري المثيل للجدل أين من المرتقب أن تطرح مسودة تعديل الدستور المناقشة بالبرلمان بغرفتي خلال الأيام المقبلة حسب الأوساط السياسية فطرح تعديل الدستور عن طريق البرلمان يرى فيه العارفين بالشان القانوني بأنه قد لا يمس تعديلات جوهرية عند مروره على الهيئة التشرعية ورقف الموضوع له شام شريف بدأت أجواء التعديل الدستوري المرتقب تحوم في الساحة السياسية جاء هذا في حديث ضار بقبة زغوت يوسف يثبت أن العرب والدخليف رئيس المجلس الشعبي الوطني قد تسلم مسودة الدستور من طرف رئاسة الجمهورية وحديث آخر يقول أن هيئة التنسيق البرلمانية قد اجتمعت مع النواب وهو ما جعل مختلف التشكيلات السياسية تضبط أجنداتها المستقبلية لبناء الدستور فهل يعني أن طرح الدستور على البرلمان إنما مجرد رتوشات لا يمس تعديلات جوهرية ورغم أن الدستور قد عرض في العديد من المرات إلا أن تشكيك المعارضة في جدية السلطة جعله حبيس الأدراج وبرأي الكثير من الخبراء فإن المرحل التي يمر بها التعديل الدستوري في الظرف الحالية تجرى في إطار قانونية الدستور يمد النمط العام والمثل العليا والتوجيهات العامة في الدولة والقواعد الأساسية يبقى التنظيمات اللاحقة يجب أن تتماشى مع روح الدستور وبع سمو هذا القانون توجه الرئيس بوتفليق إلى طرح مسودة الدستوري للمناقشة والتصويت سواء عن طريق استفتاء شعبي أو التصويت عن طريق البرلمان مؤشر يوحي عزم الرئيس بوتفليق إلى تكريس الإصلاحات السياسية التي وعد بها في الكثير من المحطات ترجمة نانسي قنقر